شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين هناك كلمة مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حول القرآن الحكيم وهذه الكلمة فيها مقاطع إحدى هذه المقاطع النبي صلى الله عليه وآله يصف القرآن بأنه ظاهره أنيق وباطنه عميق إذا أردنا أن نقرب هذا الوصف إلى الأذهان نمثل بمثال من كتاب الله التكويني الله تعالى له كتابان كما يقول العلماء الكتاب الأول هو الكتاب التدويني وهو القرآن الكريم والكتاب الثاني هو الكتاب التكويني وهو هذا الوجود العيني الخارجي والوجود الذهني هذا يقال له الكتاب التكويني لكي نقرب هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله نمثل بمثال من كتاب الله التكويني يعني هذا الكون وهذا المثال هذه العين التي نشاهد بها الأشياء هذه العين لها ظاهر ولها باطن ظاهرها أنيق الأنيق يعني الجميل يعني اللطيف يعني الذي يثير الإعجاب وباطنها عميق واحد يظن أن هذه العين قطعة من الشاحن فيها سواد وفيها بياض الرجل الأمي الجاهل أو البدوي ربما يظن ذلك ولكن العالم عندما يأتي إلى هذه العين يجد فيها من الأعماق والبطون والبطون ما لا يمكن أن يحيط به العلم البشري الآن البشر يمكن أكثر من عشرة آلاف عام يحقق ويحلل وينقب حول هذه العين والآن في هذا العهد الحديث مع هذه الأجهزة الحديثة العلماء لم يتمكنوا أن يصلوا إلى أعماق المعادلات العلمية التي تحكم هذه العين يعني بشكل محيط بشكل كامل ويمكن العلم لو تطور ملايين الأعوام تبقى هناك أعماق وبطون لا يكتشفها البشر وهكذا في كل شيء في كتاب الله التكوين ظاهره أنيق وباطنه عميق هذه النمل التي نراها والتي وصفها أمير المؤمنين صلوات الله عليه ظاهرها أنيق وباطنها عميق العلماء إلى الآن لم يكتشفوا جميع أسرار النمل مع كل الجهود العلمية التي بذلوها أحد العلماء المعروفين ينقل أنه قضى من عمره يمكن 18 عام أو أكثر أو أقال في دراسة النمل وحياتها وأسرارها وكتب كتابا حول ذلك معروف ولكن هل توصل البشر إلى أسرار النمل بشكل كامل لا يمكن إلى ملايين الأعوام البشر لا يتوصل إلى أسرار النمل هذه المعادلة الموجودة في كتاب الله التكوين موجودة أيضا في كتاب الله التدوين وهو القرآن الكريم القرآن الكريم ظاهره أنيق ظاهره لطيف ظاهره يثير الإعجاب بأدنى التفات وأدنى توجه الإنسان يفهم جانبا من أناقة القرآن من جمال القرآن هناك أفراد بمجرس سماعهم لآية من آيات القرآن أسلموا آية واحدة من القرآن سمعها فأسلم آيتين سمعهما فأسلم فظاهره أنيق وباطن القرآن عميق إلى أبعد الفدود إحنا عندما نمر على آية نظن أنها في حدود هذا المعنى الظاهري الذي نفهمه ولكن الآن العلماء المحققون الذين يملكون عقولا عملاق يدرسون القرآن ألف وأربعمائة عام وهل وصلوا إلى أعماق القرآن لا يعني كل أعماق القرآن الآن ألف وأربعمائة عام علماء الشيعة كم كتبوا من التفاسير إلى الآن أحد العلماء كتب كتابا حول الكتب التي كتبها علماء الشيعة في التفسير لأن هناك اتهام أن الشيعة لا يهتمون بتفسير القرآن يروجه المخالفون ولم يكتبوا إلا تفاسير معدودة هذا العالم كتب كتابا وأحصى فيه بالمقدار الذي عثر عليه أن علماء الشيعة كتبوا إلى الآن حوالي ألفي تفسير ألف ين ذاكرهم واحد واحد والكتاب الآن يعرب في طور التعريب ألفين تفسير تقريبا ومئات العلماء طوال ألف وأربعمائة عام يدرسون هذا القرآن بعقولهم العملاقة وصلوا إلى أعماق القرآن الجواب كلا هل يمكن في يوم من الأيام يصلون إلى أعماق القرآن يعني البشر إذا عاش بعد مليون عام مليون عام ميت مليون عام هل يصل إلى أعماق القرآن الكريم كلها الجواب لا لذلك في حديث آخر لا تبلى عجائبه ولا تفنى غرائبه أو لا تبلى غرائبه ولا تفنى عجائبه لا تفنى حتى إذا البشر يعمر بعد مليارات الأعوام وملايين العلماء يدرسون القرآن دراسة عميقة في كل يوم يجدون شيئا جديدا وعجيبا الكلمات الكلمات الحروف التقديم والتأخير المضامين كلها كلها موضوعة بعناية فائقة ينقل ينقل أن أحد العلماء احتدى إلى مذهب أهل البيت ببركة كلمة واحدة في القرآن أو كلمتين وهي كلمة منهم من كلمة وهم كلمة ثانية الله تعالى يتحدث حول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه كذا كذا إلى أن يقول وعد الله الذين آمنوا منه لا يقول وعدهم الله وعد الله الذين آمنوا منهم ومن ظاهرها التبعيض هي هذه الكلمة حركت فكره وأوصلته إلى اكتشاف أن الحق في مذهب أهل البيت كلمة واحدة أو مثلا العلماء الجدد يقولون في هذه الآية الكريمة خلق السماوات بغير عمد ترونها ترونها يعني شنو سأل الإمام الرضا هذه الرواية موجودة في البرهان ما معنى بغير عمد ترونها الإمام الإمام قال ثم عمد ولكن لا ترونها هذه قاعدة في المطول المذكور الناف ينصب إلى قيود الجملة يعني إذا قلنا ما جاء زيد يعني ما جاء راكبا هذا الناف منصب إلى شنو إلى الركوب مو إلى مجيء زيد مو يعني لم يجئ يعني مجيءه لم يكن على هذه الحال فالآية الكريمة تقول لا تقول بغير عمد تقول بغير عمد ترونها يعني لا توجد هناك أعمد مرئية يعني أكو أعمدة ولكن غير مرئية الإمام الرضا صلوات الله عليه قال ثم عمد راجعوا البرهان ولكن لا ترونها العلماء الجدد يقولون أن هذه الآية إشارة إلى قانون الجاذبية الموجودة في هذا الكون والتي تمثل الأعمدة التي تقيم نظام الكون كما أن العمود يقيم السقف في مكانه وإذا ما كان عمود لنهار السقف وفي كل يوم يأتي العلماء ويكتشفون حقائق وعجائب في القرآن الكريم ظاهره أنيق وباطنه عميق وفي كلمة ثانية لا تبلى ولا تفنى عجائبه غرائبه ننتقل إلى بحث آخر ما هي وظيفتنا تجاه القرآن الوظائف كثيرة نذكر منها ثلاث ثلاث وظائف الوظيفة الأولى الحافظ بقدر الإمكان الحفظ جدا مهم حفظ القرآن حفظ نهج البلاغ حفظ الأدعية هذه الأشياء تتحول إلى جزء من كيان المؤمن يعني نفسيتنا روحيتنا ما الذي يصنعها أفكارنا محفوظاتنا واحد في المواقف الصعبة في المشاكل يتذكر آية يردد آية وإذا بهذه الآية تحفظه فالحفظ جدا مهم هذه القضية تنقل عن رجل أخذوه إلى المعتقل وبقي في المعتقل ثمانية عشر عاما في إحدى البلاد كانوا مخلي في زنزانة الإنسان في الزنزانة يصير بلا عمل وعدم العمل قاتل للإنسان وشوه يفكر منا منا بعدين ينتهي إذا واحد يبقى بلا عمل أسبوع واحد هذا يقتله وعزلوه عن العالم الخارجي بالمر الشخص اللي كان يأتي له بالطعام كان المفروض أن لا يكلمه ولا بكلمة واحدة وكان المفروض أن يلبس حذاء هذا الرجل الذي يأتيه بالطعام لا يعطي صوتا حتى صوتا لا يسمى أصدقاء هذا الرجل الذين كانوا معه في زنزانات أخرى كلهم جنوا بعد فترة قليلة بعد فترة بسيطة كلهم أصبحوا مجاني إذا واحد يعذبوا بهذا التعريب شهر يمكن يجان ولكن هذا الرجل بقي ثم ثم خرج وعاد إلى بلاده ووضعه طبيعيا السر هو القرآن كان حافظ القرآن كان يقرأ القرآن باستمرار يعني القرآن يحفظ الإنسان في المواقف الصعبة هذا حفظ يحتاج هناك في حديث عن الإمام السجاد صلى الله عليه مضمون لو فني جميع البشر وكان معي كتاب الله أنتوا صوروا الآن الكون الكرة الأرضية كل البشر ماتوا وبقيتم وحدكم شنو يصير بحال الإنسان الإمام يقول الإمام زين العابدين لو فني جميع البشر وكان معي القرآن لمست وحشت يعطي للإنسان قوة قدرة واحد يحفظ القرآن بقدر الإمكان السيد البروجردي رحمة الله عليه ينقل في أحوال أنه يوم من الأيام تأخر عن المجيء للبحث فاعترض عليه أحد الطلب أنه لماذا تتأخر هذا إطلاف لأوقاتنا لابد كان صير العارض من العوارض فقال لماذا تتلفون أوقاتكم أنا في أوقات الانتظار حفظت 12 جزء من القرآن أوقات الانتظار واحد ينتظر واحد ينتظر شيئا يصنع جزء حفظتها يعني حوالي ثلث القرآن تقريبا فواحد يحفظ بمقدار الإمكان والإنسان إذا حفظ القرآن يشعر بالنورانية في باطنه هذه الوظيفة الأولى الوظيفة الثانية فهم القرآن بقدر الإمكان واحد يحاول أن يفهم القرآن ولو بأن يأخذ تفسيرا لفظيا ويطالعه والأفضل من هذا أن يأخذ تفسيرا ويباحثه من أوله إلى آخره فهم القرآن جدا مهم وله دور كبير في صناعة الروح الإنسان هذه الوظيفة الثانية الوظيفة الثالثة نشر القرآن وعرض القرآن نحن إذا تمكننا أن ننشر القرآن وأن نعرض القرآن إذا في يوم الأيام تمكننا أن نعرض القرآن على الآخرين هذا له تأثير كبير لأن القرآن الكريم نهج البلاغ هذه المعنويات التي عندنا لها جاذبية جدا كبيرة الأذان له جاذبية جدا كبيرة أكو أحد الغربيين يقول أنا عندما كنت في تركيا كنت أستيقظ قبل أذان الصبح حتى أسمع أذان المسلمين الأذان له جاذبية كبيرة بالذات أذان الصبح حقيقة يهز الإنسان من أعماقه هو صوت الأذان إلى جاذبية يوم الأيام جربوا إذا لم يجربوا قوموا سحرا واستمعوا الأذان ينقل الإنسان إلى عالم آخر الصلاة لها جاذبية هائلة أحد الغربيين يقول كنت في الجزائر كنت دائم شفت فهذا يقوم بحركات شفت حركات جدا عجيبة فأخذت هذه الحركات فلاح في مزرعته بعدين أجلت قلت شنو هاي الحركات قال أنا أصلي قلت ما معنى الصلاة فشرح لي معنى الصلاة فأسلم هذا الغربي الصلاة لها جاذبية جدا عجيبة الحج له جاذبية هائلة منظر الطواف منظر مناء منظر عرفات منظر المشعر هذه هذه الأشياء كلها فيها جاذبية عجيبة ينقل أن صلاة السيد البروجردي رحمة الله عليه عرضت في التلفزيون الألماني فأسلم بعض الألمانيين لرؤية هذا المظهر فالقرآن له جاذبية جدا عجيبة وحقيقة لو عرض القرآن على العالم لأسلم الكثيرون لكن لا يعرفون القرآن ما يعرفون القرآن ما يعرفون مضامين القرآن الذين أسلموا في البداية منه كانوا مجموعة من المشركين شراب الخمور قاتل النفوس المحترمة المرابون مجموعة من هؤلاء مجموعة من الفسقة الفجرة النبي عرض عليهم القرآن أسلموا ببركة هذا القرآن حتى في التاريخ راجعوا أن زعماء المشركين بالليل في مكة كانوا يأتون عند دار النبي صلى الله عليه وآله أو الدار اللي كان يذهب إليها النبي ويستمعون إلى القرآن كان يجذبهم ليلة من الليالي أبو سفيان وأبو لهب واحد ثالث ذهبوا إلى دار النبي أو الدار التي كان فيها النبي صلى الله عليه وآله يستمعون القرآن بعدين طلعوا فالتقوا فاعترض بعضهم على البعض أنه هذا العمل خطر لأن يمكن واحد يشوفنا وهذا يسبب مشكلة فتواعدوا على أن لا يعتوا بس جاذبية القرآن جذبتهم بالليلة الثانية ثلاثة أجوا أيضا أيضا التقوا وتعاهدوا على أن لا يعتوا في الليلة الثالثة الجاذبية مرة ثالثة جذبتهم مرة ثالثة أجوا التاريخ لهنا كاتب ثلاثة ليالي متوالية ثم تعاهدوا على أن لا يعتوا بعد ما لم جاءوا أو لم يجئوا أكوفت كتاب إذا تشوفوا الظاهرة القرآنية الأشياء تعرف بأمثالها في الظاهرة القرآنية يمسوي مقارنة بين القرآن في سورة يوسف وبين سورة يوسف يعني قضية يوسف في التوراة أو الإنجيل آية آية كاتب يعني يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را مثلا وهي بداية سورة يوسف بداية قصة يوسف في الإنجيل أو التوراة كاتبها في مقابله كل مقطع من مقاطع القرآن قضية رؤية يوسف في القرآن وفي الكتاب الآخر قضية مؤامرة الإخوة في القرآن وفي الكتاب الآخر قضية ذهابهم وإلقاء يوسف في الجب في القرآن وفي الكتاب الآخر هذا مثل يجعل فد واحد جميل بجانب واحد أقل ما نقول ليس جميل طبعاً هذا التوراة أو الإنجيل محرفان بلا إشكال واحد هناك يفتهم مقدار من روعة القرآن في عرض قضية يوسف ما كن مقارنة بين الأثناء إذا شفتوا هذا الكتاب أخذوا وقارن فالقرآن في الواقع له جذابية جداً عجيبة حتى إحنا اللي نشأنا في أجواء القرآن وألفنا القرآن وسمعنا القرآن من أيام طفولتنا إذا شوية ننتبه ونفهم مرة واحد ما يفهم الآية ما يفهم روعته ولكن إذا شوية يفهم ولو أدنى الدرجات الفا يشوف شقد القرآن رائع هذه القضية لا أعلم نقلتها لكم القضية قبل فترة طويلة أنا شايف أنقلها بالمضمون التقريبي مجموعة من المسلمين كانوا في باخرة تبحر من مصر إلى أمريكا أو من أمريكا إلى مصر قال صار يوم الجمعة فأردنا أن نصلي صلاة الجمعة استأذننا فأذنوا لنا يقول فوقفنا وصلينا جاء المسيحيون والغربيون اللي كانوا الأكثرية في تلك الباخرة وتحلقوا حولنا ينظرون إلينا بن بهار منظر منظر الصلاة يقول بعدين بعد ما كملنا جاءوا وأخذوا يهنئوننا على النجاح هذا العمل العبادي يعني عمل عبادي ناجح كان المح يقول امرأة منهم جدا كانت متأثرة وكانت تنظر وتبكي بعدين اجت وهنأتنا وقالت كل هذه الكلمات كانت موحية ومؤثرة ولكن في ضمنها كان أكو كلمات أكثر تأثيرا وأكثر إيقاعة أنا عندما كنت أسمعها مع أنها ما كانت تفهم اللغة العربية كنت أشعر بالقشعريرة في نفسي هشكل مثل واحد يرجف بالتفاعل شنو هاي الكلمات هم في الصلاة هم في الخطبة يقول احنا تعجبنا شنو هاي الكلمات يقول سألناها سألناها فتبين آيات القرآن اللي كانت في وسط الصلاة أو في وسط الخطبة كانت تثير فيها هذه المشاعر قرآن في الخطبة أو القرآن في الصلاة يعني سورة الحمد مثلا سورة قل هو الله أو سورة الجمعة مثلا ولذلك الغربيون يقولون عدة أشياء يجب أن تأخذوها من المسلمين واحد منها القرآن وإلا من اتمكن السيطرة عليهم واحد منها الحاج لأن هذه الأشياء أشياء مؤثرة وموحية جدا فلو تمكننا أن نعرض القرآن على العالم وحتى على شبابنا حتى شبابنا الآن أجانب عن القرآن إذا حقيقة شبابنا فتياتنا قربناهم إلى القرآن جعلناهم يحفظون القرآن يفهمون القرآن يختلطون بأرواحهم بالقرآن الكريم القرآن يغير حياتهم ويغير حياة العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر